إلغاء حفل حموبيكا في الأقصر تحت ضغط الاحتجاجات المحلية والهاشتاج المناهض تصاعدت موجة من الغضب في محافظة الأقصر إحدى المحافظات السياحية والتاريخية في مصر إثر الإعلان عن تنظيم حفل غنائي لمؤدي المهرجانات حموبيكا بمناسبة العيد سرعان ما تجسد رفض السكان في حملة عبر الإنترنت تحت وسم لا يشرفها حضورك والذي عبر عن استياء المواطنين من إقامة ما وصفوه بأنه نماذج الانحدار الفني على أرضهم العريقة وفي تطور سريع للأحداث أعلن منظم الحفل عن تأجيله وعدم إقامته في الموعد المحدد بالتزامن مع العيد مشيرين إلى استمرار موجة الغضب والاحتجاجات ضد فكرة الحفل نفسها من جانبه خرج حموبيكا بتعليق يوضح فيه أن قرار إلغاء الحفل لم يكن نتيجة للاحتجاجات وإنما بسبب مشاكل تنظيميا طارئة وأضاف أن لأهل الصعيد والأقصر على وجه الخصوص مكانة خاصة لديه وأنه يكون لهم كل التقدير والاحترام يذكر أن السكان المحليين قد عبروا عن رفضهم لتواجد حموبيكا في الأقصر معتبرين أن الأرض الحاضنة لتاريخ طويل لا ينبغي أن تستضيف مثل هذه الأحداث الفنية الغريبة على ثقافتهم وتاريخهم وأكدوا على أن الأموال التي كان من الممكن صرفها على التذاكر يجدر بدلا من ذلك أن تستثمر في دعم الفقراء والمحتاجين في المنطقة تلك الواقعة تبرز مدى تأثير الرأي العام والهوية الثقافية في تشكيل الفعاليات الفنية خاصة في مناطق ذات الثقل التاريخي وثقافي كالأقصر ما يؤكد على أهمية التنسيق بين الفنانين والمجتمعات المحلية لتحقيق التوازن بين الابتكار الفني واحترام القيم الثقافية والتاريخية ترجمة نانسي قنقر